السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم بدنا نشرح حل مشكلة وطريقة تغيير لجهاز آيفون 7 بدون استخدام كابل يعني بالكابل العادي كابل الداتا العادي اللي بتستخدمه بالشبك على الجهاز. زي ما انتم ملاحظين هون جهاز طبعا الجهاز الصورة هاي اللي بتكون بشكل هاد حسب الجهاز يعني كل جهاز الايفون 7 بتطلع بالشكل هاد كل جهاز بتطلع بشكل معين. شبكنا واي فاي لما تيجي تعمل التالي بيعطيك انابل تو اكتف وما بيرضى يكمل على او يعطيك انه تسجل الايميل او المعلومات التانية. جاءت بالبداية ما كنت بشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. اللايك كتير مهم يا جماعة بدعمني وبيخلي الفيديو ينتشر وبتدعمني هيك اكبر داعم بتقدموله الي. نفتح اداة اف دابليو ان لوك. الشكل هاد. شرحنا تنصيب الاداة بقائمة التشغيل بتقدر ترجع لقائمة التشغيل اف دابليو ان لوك وبتلاقي المعلومات. زي ما انتم شايفين هون السيريال نمبر للجهاز. مكتوب زي ما انتم شايفينه بالشكل هاد. بضغط عليه الزر واحد هون نسخ السيريال نمبر. شو بعمل? بخزن السيريال نمبر يعني بحفظه على نوت على كده. احتياطا يعني ممكن احتاجه بالمستقبل. ولكن يعني اذا قدرنا نحل المشكلة بدون تغيير سيريال نمبر. ولكن مش مهم كتير ولكن انا بفضل دايما اني احتفظ بالسيريال نمبر القديم. الان فيه هون مكتوب هالو سيريال نمبر وفي عندك رقم موجود هون. تضغط عليه دابلي كليك وبتعمل كوبي. نسخة السيريال نمبر الموجوده. الان بدي اغير السيريال نمبر. الجهاز بوضع التشغيل زي ما انتم شايفين على شاشة اه انابل تو اكتف. بروح على دفيو هلبر بضغط عليها. بعدها بضغط ستارت. بعدها بضغط التالي. الان راح يقوم الجهاز بالدخول للريكافري. ننتظر لا يكتمل للريكافري. تقل على الريكافري. الان بجهز خفض الصوت والباور زي ما هم وضح لي بالصورة. وبضغط ستارت وبضغط عليهم. بنتظر خلص الخاني الاولى الخاني الثاني لما توصل سبعة بشيل اسبعي عن الباور. بضل ضاغط على زر خفض الصوت لوحده. دخل الجهاز بوضع دفيو موت. الان بروح على الرام ديسك من هون. وبروح على خيار باوند. اول خيار هذا موجود باوند دفيو. بضغط عليه. وبنتظر الجهاز يدخل في وضع الباوند. زي ما انتو شفتو دخل في وضع الباوند. سمعت الصوت انه الجهاز فصل ورجع شبك. غاية الآن لسه ما خلص. هيك مدام الكبسات رجعت تضوي معناته خلص بعمل ريفرش هون. فلاقي انه دخل في وضع الباوند. الخطوة التالية بضغط على تشينج سيريال نمبر هون. بفتح لي هون هاي القائمة. هاي القائمة بتحكي لك شو الجهاز اللي بحتاج كابل دي سي اس دي. وشو الاجهزة اللي ما بتحتاج. انا راح احكي لك اللي ما بتحتاج. الباقي بكون كلياته بحتاج. ايفون 7 ما بحتاج. ما بحتاج. ايفون اكس ما بحتاج. من يجي من نزل لهون اي 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 باد 6. 2018 واي فاي وفور جي. اي باد 7 2019 واي فاي وفور جي. عندك اي باد برو. 10.5 واي فاي وفور جي. وعندك كمان اي باد برو 12.9 واي فاي وفور جي. هدول ما بيعتازوا كابل دي اس دي كل هاي الاجهزة على الاداة. نضغط اوكي بتفتح معنا الشاشة بالشكل هادي. كل الخطوات التالية. الخطوات التالية. باجي بعمل هون ريد دي افيو دي وايس. الخطوة التانية باجي بضغط على بوت بيربل. راح يعد عندي هون بالاخضر. وراح نشوف الجهاز هون راح يبلش. يعمل بوت بيربل. زي ما انتم شايفين الجهاز دخل في وضع البيربل موت. ننتظر لغاية ما يكتمل. هيك اعطاك انه. بتعطي اوكي. وبتنزل هون. بتنسى كوم واحد بتروح على كوم خمسة. هذا الكوم جديد نزل. نختار كوم خمسة. ممكن يكون عندك الرقم التاني. يعني بدل كوم خمسة كوم اتنين وعشرين كوم عشرين. ولكن كوم واحد انساه. يعني اختار الكوم التاني. الان باجي هون. وبعمل لسق. للسيري النمبر اللي انا اخدته من هاي الخانة. اللي انا نسخته من هون. بتقدر تنسخه لو كنت ناسي تنسخه. وترجع. بتعمله لسق هون. وبتيجي بتحط صح على رايت. بالشكل هادة هون. وبتيجي بتعمل هون رايت سيلكتد. اعطاني هون رايت فيلتد. ليش? لاني ما عملت هون كونكت. لازم كبست كونكت على سيريال بورد. بعد ما عملت سيريال بورد خمسة. بعمل كونكت. بضغط على كونكت. عشان يعطيني سيريال بورد كونكتد سكسسفولي. بعدها باجي بحط الصح هون. بتأهيكي بكون اتأكدت ان جهت شبك على السيريال. بحط الصح بعدها بعمل رايت سيلكتد. شو اطاني هون. سيريال نمبر هاز بين ريتن سكسسفولي. تمت عملية كتابة سيريال نمبر بنجاح. بضغط على اكزيت بيربيل مود. هيك انا بكل بساطة غيرت السيريال نمبر للجهاز لهذا السيريال اللي انا حطيته في جديد. بوجيت عملت هون خروج. بننتظر الجهاز ليفتح. اذا كنت سبش عامل لايك كريت انك تعمل لايك. تدعمنا. لايك مهم جدا. زي ما انتم شايفين الجهاز غيرت الكلمة اللي صارت هون. وما تغير عليه اي شي تاني. بادي بعمل كنتينيون. بعمل. زي ما انتم شايفين بلاش يطلب مني. اي دونت يوز. بلاش يفتح الجهاز. بدون احتاج. حتى اني اعمل رام ديسك للجهاز. عشان تكونوا بالصورة هاي العملية بالكامل على الاداة بشكل مجاني. بدون تسجيل سيريال نمبر للجهاز. في حال الجهاز ما فتح معك بعد ما تغير السيريال نمبر ومضطر انك بدك تعمل رام ديسك. هون بدك تضطر تسجل الجهاز السيريال نمبر تبعه بالموقع عشان تعمل اه اكتيف للسيريال نمبر اه وطرق الدفع طبعا حكينا موجودة دايما. اه هون بتقدر تتواصلوا من انستجرام. في اه من انستجرام وتليجرام. ولكن على الاغلب تسعين بالمية راح يفتح معك الجهاز بالشكل اللي انتم شفتوه بدون ما تحتاج انك تغير اه انك اه تضطر تدفع عشان تشغل الجهاز. هجينا فتح لهم. زي ما انتم شايفين الجهاز فتح بالكامل. وغيرنا السيريال نمبر لو عملنا تشيك هون. نفتح هون كمان. عشان نشوف السيريال نمبر. ممكن يحتاج انه نعمله. نطفيه ونشغله. لا هيو سيريال نمبر زي ما انتم شايفين. سيريال نمبر اللي سجلناه جديد للجهاز. هيو تسجل هون. لهو نفس السيريال نمبر. اللي هو موجود للأداء زي ما انتم شايفين. هي السيريال. وهي السيريال صاروا. هذا كان الفيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.